هذا وشهدت مراكز الاقتراع واللجان الفرعية والعامة تفاعلا شعبيا واقبالا كبيرا من الناخبين خلال عملية التصويت وسط سلاسة وتنظيم للعملية الانتخابية نعم يتجلى في هذا الاقبال مشهد ديمقراطي مميز يعكس الحس الوطني للمواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي وواجبهم الوطني توافد كبير شهدته مراكز الاختراع العامة والفرعية من قبل الناخبين في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب إقبال يدل على حرص الناخبين على أداء واجبهم الوطني في هذا الاستحقاق الانتخابي طبعا اليوم أكيد نلبي نداء الواجب طبعا هي إن كانت تكميلية وانتخابات عودية طبعا الحمد لله نحن ما تغيبنا عن أي انتخاب طول فترة مشروع الصلاح لجلالة الملك لأن أكيد المواطن هو لا دور كبير في إنجاح هذه العملية منذ فتح أبواب مراكز الاختراع عمام الناخبين وعملية الانتخاب تجري بسلاسة وتنظيم وذلك بفضل استعدادات مراكز الاختراع واللجان الفرعية والعامة لضمان تسهيل عملية التصويت منذ دخول الناخب للمركز وحتى خروجه مع واشي بالنسبة عن التسهيلات صراحة العملية سهلة جدا وسهلة جدا 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 صراحة أنا بعد وياي شخص يعني قلت لهم أبي أوقف عند المدرسة دخلوني بكل سهولة يعني الحمد لله ما شاء الله كل شي تمام مرتب ونظام وشي وميسر حتى برا يعني خارج المدرسة كل شي تمام كل شي سهولة ويسر الحمد لله اليوم البحرين كله فرحانة بهذه الانتخابات أيضا أشكر جميع العاملين في مركز الاختراع العام الخاص بمجمع السيف التجاري على سلاسة العملية والتنظيم اللي أكثر مرة حقيقة يعني متواجدين من الساعات الأولى وكل شي منظام وكل شي مرتب لهم ما شاء الله عليهم وبالنسبة لتواجد الازدحان برا وهي شيء إيجابي يدل على تفاعل الدائرة مع العملية الانتخابية نتمنى أنها تكلل بنجاح وكان للتعاون المشترك بين اللجان والناخبين دور إيجابي في نجاح العملية الانتخابية للناخبين واستمرارها بكل سهولة ويسر منذ انطلاق عملية التصويت ابتداءاً قاعد مع اللجنة أو اللجنة الإشرافية أو القاضي المعني على أساس أنه يشرح لنا الظروف المحيطة بالمكان على أساس أننا نتابع ونتأكد معهم جميع الأمور وجميع الاشتراطات هل هي كانت متوفرة أو فيه كانت نواقص أو ما نقول النواقص ممكن أننا احتياجات ممكن أننا اتفايداها خلال الفترة هذا التفاعل الشعبي والإقبال الكبير على مراكز الاختراع من الناخبين يعكس الوعي الوطني والسياسي العالي لدى المواطنين وحرصهم على دعم المسيرة الديمقراطية في المملكة في مشهد يبرهن على الأحساس بالمسؤولية الوطنية من الناخبين تجاه دورهم الشعبي المهم وعلى واجباتهم الضرورية المكملة للجهود الوطنية ترجمة نانسي قنقر